صباح الخير كيف يكون شو الأخبار معكم دكتور باسم على القناة الثاني وبديد في صابونة بيرس هاللون الأزرق لأنه أنا بحب اللون الأزرق شوي قريب على لون السكراب من فوائد هذه الصوابين طبعا في أنواع من هذه الصابونة في هذا النوع وفي هذا النوع تمام فوائد الصابونة كتير إلها فوائد على جميع أنواع البشرة تحتوي على الجليسيرين ومجموعة من المكونات الطبيعية التي تساهم في ترتيب البشرة بإضافة إلى إمكانية استخدامها للتخلص من بعض المشاكل الجلدية التي ممكن أن تعاني منها البشرة بشكل عام فوائد صابونة بيرس للبشرة طبعا في فوائد كتير بالنسبة للبشرة حتى الدهنية حتى الجافة الحساسة ومن أهم التخلص من بعض الأمراض الجلدية نظرا لكون صابون بيرس من بين أنواع صابون الطبي فإنها لا تحدث مشاكل من حالة تهيج للبشرة الحساسة أو مشاكل أخرى لأصحاب البشرة الدهنية أو المختلطة وتعتبر فعالة في التخلص من مشاكل الجلد مثل الأكزيما والصداف هنا الأكزيما والصداف عادة رح أعطي ملاحظة قبل ما كمل وأنا عملت الفيديو مشان إحدى مراجعاتي فالملاحظة أن الحكة الممكن تصير من أحد أنواع صوابين ممكن تقوله دوف لأنه ربعة كريم مرتب فعادة تغيير رطوبة الجلد وتغيير المواد وخصوصا البي أش ممكن تعمل لي حكة هذه الحكة لما بتتكرر تعمل شيء يشبه الأكزيما وتسمى آفا متأكزيما يعني بتشبه شكل الأكزيما ولكن مصدرها الأساسي هو أو سبب الأساسي مش الأكزيما يعني حالة حساسية بالجلد أليرجي لا بيكون سبب تاني عمل لي آفا تشبه الأكزيما إذن لما منعطي أو نطبع غليسيرين لهو مرتب رح يساوي لي أنا بشكل أو بالتاني رح يخضي لي على الأكزيما والصداف اللي هي حالة من زيادة تكاثر الجلد حالة منعية تمام ترتيب البشرة إذن تخلص من حب الشباب من خلال اعتماد على هذه الصابونة فإن أصحاب البشر الدهنية أو التي تعاني من حب الشباب سوف يتمكنون من تخلص من تلك المشكلة على الفور على الفور فهي فعالة في تنظيف البشرة والمسان بشكل كبير من الزيود التي تدراكم وتساعد في التخلص من الجلد الميت الذي يعتبر المسبب الرئيسي في ظهور حب الشباب ترتيب الشعر في ناس ممكن يستخدمون هذه الصابونة يقوم البعض باستخدام صابونة البيرز للشعر خاصة الصابون الذي يحتوي على الغليسيرين أنا ما كتير معكم بهذا الموضوع فهو معروض بقدرته الكبيرة على ترتيب الشعر الجاب وأكسابه المزيد من الليونة والنعومة هذه بالمجمل تقريبا تعتبر شفافة ولكن سنرى النوع الثاني بس بالفيديو البعض أنا اللي عملت هذا الفيديو ممشا نعمل دعاية للصابونة ولكن أصحاب البشرة الدهنية اللي بيعانوا من حب الشباب عادة لكون لديهم البياش أو الصوابين اللي ممكن تستخدم على البشرة إلا الصابون الكبريتي في بعض أنواع الصوابين اللي هي بتكون قاتلة للجراسيم هون المبدأ مختلف قاتل للجراسيم مثل لما تسمى السم يعني مثل لما منعطي نحنا شيء أنتسبتك يعني مضاد جراسيم قاتل للجراسيم هون المفهول مختلف بتغير الوسط الموجودة على البشرة الجراسيم بناسبة البشرة القلوية وعادة متنشط أما هون لما بتغير البياش فأنت راح تخفف من حب الشباب هذا كان الفيديو عن هذا الموضوع راح أحكي بفيديو تاني عن هذه الصابونة ورح أحكي بفيديو تاني عن هذه الصابونة إن أعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور باسل